اشتركوا في القناة يبدأ من اليوم 30 الشهر 30 سبعة ولا غاية احنا منقول لا سبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني منعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس لظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي راح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء بأي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار راح يكون اللي هو انتقال القمر من القوس للجدي راح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو راح يكون في تمام الساعة اثناش وسبعة دقائق من اول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني راح يكون من الجدي للدلو راح يكون يوم اثنين ثمانية راح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا راح انبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل راح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة واحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا اله او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي راح تكون لأسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات فلازم انه نذكرها اول زاوية هي راح تكون زاوية التقابل يوم واحد ثمانية راح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية راح تكون تقريبا ساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية راح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية راح تكون تربيع بين الشمس وورانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوق هدولة ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي راح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي راح تكون بين الشمس وورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة راح تكون يوم أربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل أي شيء اللي علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو علاقة بالمال والعلاقة بالأمور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي أو أحداث اقتصادية بالفترة هاي برضو راح تكون فيها نوع من أنواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا راح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الأسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم أني أذكرها لأنها هيئلها تأثيرات على الأفراد برضو الزوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية راح تكون هي مش زاوية هي حدث راح يكون انتقال عطارد لبرج الأسد من السرطان للأسد راح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي راح تنتقل لبرج السرطان في ساعات المساء يعني زي تبادل أدوار العطارد على الأسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات لبيوت ايش راح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا منذكر هاي عشان ما منحكي توقعات شهرية ولكن لو أخدت اللي أنا بدي أحكيه الآن هو مخطط يعني توقعات شهر أساسا لأنه خلال الشهر هاي التأثيرات راح تكون مستمرة إلا إذا في حال انتقل الكوكب كل أسبوع احنا منذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف إيش السلبيات وإيش الإيجابيات وإنت مدعوم في إيش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لإلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لإلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج الأسد طبعا من أول شي لازم نحكي عنه اللي هي الشمس بمعنى هاي اللي موجودة عندك أعطتك إيجابية في أول أيام دخلت فيها حسنت الأجواء شوي يعني أعطت تطمينات لبعض موليد برج الأسد خففت عليهم الضغوطات شوي ولكن للأسف رجعت عملت زاوية تربية زاوية التربيع هاي مع أورانوس ضغطت بشكل كبير يعني خلت الأجواء تنضغط على المستوى النفسي تقلبات على المستوى النفسي عصبية حدية تعطيل لبعض المسائل برضو أجت بشكل مفاجئ أو ممكن ضروف ضغطة أجت بشكل مفاجئ أو أخبار مش ممتازة أجت بشكل مفاجئ طبعا هذا التوتر خلال الأسبوع هذا رح يظل موجود أو آثاره موجودة أهم إشي أنه أنتو تكونوا جاهزين له الأمر هذا وتشحنوا حالكو بطاقة إيجابية لحين وصول عطارد اللي رح يوصل لعندكم خلال نص الأسبوع فعشان هيك رح يعطي أجواء إيجابية أكثر رح يعزز أو يعوض هاي الأشياء اللي بتعملها الشمس رح يعطيكو طاقة إيجابية لمدة معينة فحاولوا تستغلوها لأنه رح يشحنكم بنشاط حيوية وقدرة على التفكير والتركيز يعني بمعنى أنه فترة متناقضة ما بين إيجابيات وسلبيات على مستوى بيت الشخصية أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة اللي موجودة في بيتك 11 بيت الأصدقاء والمعارف والعلاقات وبدأت تنتقل وتصير عندك موجودة في بيتك 12 بيت المتاعب فهي بتعزز على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة بطاقة أكبر يعني بتعوض أشياء كانت صعبة بالفترة الماضية كنت تعاني منها أو البعض عانى منها صحيا أو على مستوى العمل بتتعوض الأمور بشكل إيجابي وبتدعمك بشكل قوي وبرضو بتحميك من بعض الأشخاص اللي كانوا يتآمروا عليك بالخفاء فممكن تكشف أوراق كثيرة إلك كانت مش واضحة قدام عينيك بالفترة الماضية أما بالنسبة للمريخ طبعا الموجود في البيت التاسع فما زال بوتر علاقة أو علاقة متوترة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو أمور إلها علاقة بمشاكل بأوراق قانونية أو أمور تعليمية أو دراسة أو دراسات عليا أو جامعة أو سفر أو تسكير مطارات يعني على كل هاي الأمور بفي ضغط بسبب المريخ وبخليك شوي عصبي وبرضو بتتصلب برأيك في بعض المواقف وبتمتنع عن حتى الحوار في هذا الموضوع بسبب الضغط أو الإساءة أو الأمور اللي حدثت من الطرف الآخر أما بالنسبة للكواكب اللي موجودة في الجدي وهي لها علاقة في المشتري بلوتو زحل والثلاثي بتراجعوا وهي موجودة كلها في البيت السادس اللي بيحدث مفاجآت على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فمنكم ممكن يتعرض لبعض المواقف على مستوى العمل أو يضطر لتقديم استقالته أو ضغط من بعض الأشخاص عليه في مكان العمل بيضغطوه بشكل كبير لدرجة أنه بملي من العمل أو أعمال كثيرة وبتكون مرهقة بالفترة هاي أو بتكون زيادة عن اللزوم وهي في فترة تحكم أشخاص بأشخاص وفي نفس اللحظة على الوضع الصحي بيجيب بعض التقلبات لبعض موليد برج الأسد فهاي شوي بتزعزع يعني شوي أو تعطيهم طاقة سلبية لأنه الأسد إذا ضعف صحيا يعني كارثي في هذه الأمور أما بالنسبة لنبتون نبتون اللي في البيت الثامن اللي شوي بعركز كل أمور إلها علاقة في البنك يعني ممكن تروح بدك تسحب أنت شك معين يتعطل الماكنة اللي في الهاتف بدك تسوي بطاقة بتعطل الماكنة بدك تروح تسوي أوراق بتلاقي الموظف انتخب عرص مثلا أو راح رحلة أو تغيب أو راح يصلي ومرجعش يعني اللي يصير في تعطيلات على مستوى الأموال المشتركة على مستوى البنوك على مستوى الضريبة على مستوى تأمينات لازم يصير في تعطيل لازم يصير في نكد لازم المعاملة ما تمشي من أول مرة بسلاسل لازم تحس بنوع من أنواع الارتباك أو الارباك في المسألة هاي الحديث ما تمشي معك طبعا كلها هاي لأنه نبتم بجردك من الحضوظ في هذا المكان حتى موضوع قرض إذا بدك تشتري إشي على مستوى قرض مثلا بتلاقي أنه تعطلت المسألة وأخذت وقت أطول مما ينبغي أما بالنسبة لأورانوس أورانوس بضغطك على مستوى بيتك العاشر فبما أنه بده يشكل زاوية سلبية مع الشمس اللي موجودة عندك فدير بالك أنك تتهور وتدخل في نقاشات أو حوارات أو مغامرات تجازف فيها بسمعتك يعني سمعتك على المحك الأسبوع هاد في مسائل كثيرة دير بالك تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تجازف بسمعتك نهائيا حاول تركز بشكل قوي على مستوى عملك زملائك بالعمل رؤسائك بالعمل ودير بالك على عملك وما تخلي حد يستفزك ويوصلك لمرتبة أنك تترك العمل أو تقدم استقالتك أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية فعنا طبعا من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود بالقوس يعني بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم فترة عاطفية فيها حب فيها رومانسية فيها لقاءات عاطفية فيها اتصالات عاطفية فيها تعزيز علاقة مع الحبيب بالفترة هاي ما بيتخلى الحظ المالي عنك تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش أنك ما تهم الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك تصحيح الأخطاء من ظهر يوم الجمعة بصير القمر موجود في الجدي حتى مساء يوم الأحد بيبدأ العمل بالتراكم عندكم أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه ولكن أهمش أنكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة أهمش أنك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي وممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون هناك عمل جديد من مساء يوم الأحد بيكون القمر في الدلو حتى صباح يوم الأربعاء ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني أهمش أنك ما تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة حافظ على هدوءك وما ترتجي الكلام أو توجه ملاحظة فقصمك في هاي الفترة بكون قوي وما بيرحم أهمش أن الفترة هاي بتحملك ارتباط مهم أحاول أنك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي من صباح يوم الأربعاء بصير القمر موجود في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتعيد تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية سارع لتصحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على أراء الآخرين ابتسعى لتصحيح مسار بعض الأمور كيف مع بعض الأوضاع الراهني أهم شيء أنه حاول أنك تكون صبور وحاذر من التراجع الصحي من ظهر يوم الجمعة بصير القمر موجود بالحمل والأيام اللي بعديها فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو باتصالات بعيدة أو تعامل مع الأجانب فترى مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهمش أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك وناقش بمنطق بعيد عن العصبية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر